تواصل حديقة دار العلوم بحي السيدة زينب استقبال المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك لتمتع بالمساحات الخضراء والمناظر الخلابة واتقع الحديقة على مساحة تتجاوز 10 ألاف متر مربع تحتوي على مساحات خضراء طبيعية وأنواع مختلفة من الأشجار وبها أماكن مخصصة لترفيه الأطفال لطالما كانت الحضائق مقصد الزوار ووجهتهم في احتفالهم بالأعياد على اختلافها وكعادتها في كل عيد استعدت حديقة دار العلوم بحي السيدة زينب لاستقبال المواطنين وذلك عن طريق إجراء أعمال الصيانة لمرافق الحديقة لإتاحة الفرصة للمواطنين للتمتع بالمساحات الخضراء والمناظر الخلابة خلال عيد الفطر المبارك الحديقة حوالي هي فدانين ونص بمساحة بالأمطار حوالي 10 تلاف متر تقريبا وتتميز أن هي فيها حوالي التلتين قدرة ومساحات خضراء والتلت الثاني يعتبر الكفاتيريا والأنشطة التي هي الترفيهية الملاهي وفيها يوجد بها قاعة أفراح وفيها حمامات للجمهور وهي على أتم الاستعداد في المواسم وغير المواسم لاستجبال الجماهير كلها ويعني كله ييجي هنا ويتمتع إن شاء الله بوقتي جميل يعني بدون أي مشاكل وبدون أي صعوبات وتتميز أكتر أن هي جنب حديقة مترو ساعد زغلول جنب محطة مترو ساعد زغلول فالمواصلات بتاعتها قريبة وسهلة عن طريق المترو أو عن طريق الأوتوبسات قريبة من شارع الأصل العيني فكل المميزات بتاعتها ممتازة يعني وكويسة إحنا استعدنا بالملاء إن شاء الله يعني دعمنا بكذا لعبة مش خاطر عيد وموسم وكده بإذن الله والناس تجد تبسط دا الهدف منه إن شاء الله حديقة دار العلوم تقع على مساحة تتجاوز عشرة آلاف متر مربع وتحتوي على مسطحات خضراء طبيعية وأنواع مختلفة من الأشجار وبها أماكن مخصصة للجلوس وملاهي للأطفال صراحة حديقة جميلة جدا أنا باجي هنا على طول يعني كل السنة بعد التطوير بيت أجمل بصراحة السنة طيبين لإني زمايلي قالوا لي أجل حديقة ديت جميلة ومنطورة وأول ما دخلنا ركبنا القطر واشترينا شوية حاجات ولسه هنكمل اليوم إن شاء الله فيها مإذن الله يعني جميل جدا بصراحة وكفاءة الزرة والورد يعني حاجة تانية يعني الورد ملون وجوة جميلة هنا بصراحة يعني أنا باجي على طول كفاءة جمالها يعني حبيتها جدا حديقة الطفل أجواء احتفالية تستمر على مدار أيام عيد الفطر المبارك وسط إجراءات تتخذ للتأكد من جهزية مختلف الحضائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل جرمين إبراهيم التلفزيون المصري